في قرية جنوب مصر يقول بها بعض الأيتام والأرامل وليس بها جمعية خيرية لأنها قرية وبعيدة ونائية في جنوب مصر وليس عندهم من يساعدهم على العيش سوى بعض المساعدات التي تكون غير منتظمة لهم وأنوي بإذن الله أن نؤسس جمعية خيرية فهل يجوز الدخار أموال الزكوات لتأسيس الجمعية وهدفها الأساس هو رعاية الأيتام والأرامل والفقراء وبدون ادخال هذه الأموال لا يمكن تأسيس الجمعية ولن تكون على مستوى أفضل لمساعدتهم فما توجيهكم الزكاة حق للفقراء أنفسهم ولا يحل لصاحب الزكاة أن يحبسها عنده بهذه النية لأنها لا تبرأ الذمة إلا بوصولها لصاحبها ثم إنشاء مشاءات للجمعية وتأسيس موقع لها إذا أمكن أن يجعل من غير الزكاة فخصاً مجميل وأما أن تصرف الزكاة فيه ويوجد من يستحق النفقة وقد يموت مع شدة حاجته إلى هذه النفقة وتبقى لا يتحقق به مقاصد هذه الشعيرة العظيمة وهذا الركن الهام من أركان الإسلام توزع الزكاة على الفقراء وحامل الزكاة الجامع لها من أهلها هو لا يزال ما يحمل في ذمة الباذلين حتى يصل إلى المحتاجين الدولة إذا وضعت نظاماً وكلفت من يتولى هذا الأمر ويقفض الزكاة وينفقها على أهلها ويهيئ لها مخازنها وإلى غيره غير أن يقفضها متطوع ليتصرف ولهذا لا أرى التأسيس من المال المجموع زكاة ترجمة نانسي قنقر